السلام عليكم لبنات ان شاء الله تكونوا بخير و كامل صحتكم بخير اليوم جيتكم بوصفة جديدة حبيت نقدم لكم هذا الوصفة للقهوة بزاف مليحة و سهلة قبل ما نبدأ للفيديو لبنات ما تنسونيش من لايك والاشتراك بات عم الفائدة و كامل نشوفو الجديد هيللا مع بعضنا و نشوفو المقادير اول حاجة اللي هنا كي ما راكم تشوفو حطيت ربح حبات بيض حطيت ربح حبات بيض راني نخلط فيهم نخلطهم غير باليد فقط هذا رابع حبات بيض لبنات رحين يديرو لكم كمية لا يبارك يعني تقدروا زيدوا ولكن رابع حبات رحين يديرو لكم كمية يعني تكفي وتوفي كمية لبس بها نخلطوهم لي حتي يتغير لون تاع البيض تاعنا يولي ابيض ثم تعرفوا بلي البيض تاعكم طلع و راحهم بعدك يطيب راح يجيكم خفيف حاكذا نخلطوهم غير باليد مدة خمس دقائق حتى كي ما قلت لكم تشوفوا اللون تاعكم تاع البيض تغير بعد ذلك راح نضيف لهم السكر اللي هنا بالنسبة للسكر انا استعملت كاس الى ربع يعني نقصت منه حوالي زوج ملاعق الكاس هذا كتاع السكر نقصت منه حوالي زوج ملاعق بالنسبة للاخوات اللي يحبوا السكر يعني يحبوا الحلوة بزيف يقدروا يدي يستعملوا كاس يعني كاس مملوء يعني تستعملوه قد قد هاكذا نكمل و خلطو السكر في البيض حتي يذوب لكم هذاك السكر بعد ما تشوفوا اللون تاع البيض والسكر تبدل راح نضيف لهم الحليب بالنسبة للحليب ثاني استعملت كاس و نصف و عندي كذلك الزيت الان راح نحط لهم الزيت بالنسبة للزيت انا استعملت كاس يعني مبلوء قد 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 تاع الزيت كيما كم تشوفوا واللهي هاذ المسكوتا ولا كيلي يقولها بسبوسة راح تجيكم بزيف بننا و كذلك الوصفة التاح يعني ما فيهاش مقادير بزيف يعني تستعملوها يعني تستعملوها يعني في دقيقة توجد لكم و سهلا وفي نفس الوقت بنينة واللهي ذوقها بزيف بنين هكذا نخلطوهم مليح يعني من الاحسن انكم الحاجة اللي تحطوها خلطوها مليح به الخالط هذا كامل يولي شغل يتخلط في بعضها بعد ذلك راح نضيف لها الحليب الحليب كيما قلت لكم استعملت كاس هذا و نصف بهجيكم خفيفة هو الحليب الميزة تاعو انه يرجع لكم المسكوتا تاكم خفيفة و الآن راح نضيف لها هذا العطر يعني عطر الموز راحو يتباع يعني الذوق اللي تحبوه انتم ما راحين تلقيوه انا استعملت ذوق الموز بزيف بنين و في نفس الوقت راح يعطيكم نكهة رائعة جدا راح جامد شوية عليها ما حبش يهبطنها ولكن ما كثرتش منه استعملت حوالي نصف ملعقة صغيرة فقط يعني ما حبيتش نستعمل بزيف على خطر هو غير تحطو شوية برك راح يطلق الريحة و كذلك يعطيكم الذوق نستعمل بزيف حوالي 250 دقيق و حوالي 5 ملاعق كبيرة استعملوا الدقيق اللي يكون رقيق لا تستعملوش الدقيق اللي يكون خشين بحجيكم المسكوتات لها يعني ما تجيكم شخشينه بزيف شوفوا في السميد كيف استعملت من رقيق خلاص انا كيلت بهذا الكاس انتم ما تقدروا بكاس واحد اخر هو يجيكم حوالي يزوج كيسين سميد من الاحسن انكم لا تفوتوش هذا يعني المقدار تاع الدقيق بهم تجيكم شخشينه بزيف ومتجيكم شخشينه بزيف اي حاجه اذا كثرتوها سميد فارينا راح اجيكم شوية ثقيله كيان بزيف ناس ما يصلحوا لهم شجيهم ثقيل وميجيهم ملاح ولكن برب ان شاء الله اللي تجرب طريقة تاعترد لي وان شاء الله كامل تنجح لكم وتعجبكم الان راح انضيف لهم الفارينا انا كيما قلت لكم استعملت خمس ملاق فارينا وعدنا دو ساشي خميرة الحلويات وعدنا لفاني نضيف نضيف كامل مكونات على بعضهم ونخلطوهم وضكتو القوام اللي راح انتحصل عليه لا تخافوش اذا قلتوها شوية جارية لا تخافوش منها على خطر كيطيب راح تتلملكم وهي من الاحسن انها تجي شوية جارية يعني متجيش يبسة بزيف ومتجيش تاني جارية بزيف بها تجيكم العجينة مليحة بها متجيكمش معجنة يعني متجيكمش معجنة يعني متجي تطلعوا البيض فقط يعني كل ما تطلعوا البيض راحين يجيكم اخفيف ومليح انا نكمل الهنا نضيف الفارينة اللي بقاتلي كيما قلتلكم الهنا نستعملت فارينة ودقيق بهتجينة خفيفة وجينة مليحة راكم تشوفوا الهنا في القوام اللي تحصلت عليه القوام هذا شوية جاري ما حبيش نستعمله يعني نشف بزيف الان راح نجيب الصينية اللي حندخلها الفرن والفرن مدى بكم تكونوا سخنته ما قبل بها يعني يزربي طيب لكم والمسكوتاتيكم ما تبسلكمش انا استعملت هذه الصينيات دائرية هذي و بالنسبة لطيبها هذي المسكوتة راح تتدي وحد الربع ساعة من ربع ساعة لعشرين دقيقة يعني من فوق و من تحت ما طاولتش بزيف و كل اخت الفورت تحت يعني المهم حتى تشوفوها طابط لكم من تحت و ملفوق ثاني بها ما تتحرك لكمش لازم طيبوها لنار هذي جدا و الفورتاكم يكون سخون من قبل الآن ندخلوها للفورن و نخليوها طيب بعد ذلك راح نشوفوها بعد ما طيبنا كما تشوفو الهنا بعد ما طابت المسكوتة الآن راح نحضر لها هذي الشوكولة اللي راح نحطها من فوق استعملت هذي لايورس تاع الشوكولة راح يعني يرخيص هذ العلب تاع الشوكولة يعني كامل الناس يقدر يشريوهم و يستعملوهم انا استعملت زوج علب يعني تقدر تستعملوا اكثر اذا كنتوا تحبوا يعني شوكولة اكثر استعملت زوج علب واستعملت هذ هذا الذوق تاع البانان اللي استعملته مقبيل انا حبيت نستعمل ذوق البانان على خاطر البانان بزيف ذوق مليح ما حبيتش يعني كذلك نستعمل بزيف غير ملعقة صغيرة فقط وخلطتهم في بعضهم وحنزيدهم ليهنا بهجينا شويخ في فعلة خاطر هذو هذي يورس اضفت له زوج ملايه اكبر الحليب الحليب يكون سخون و اضفوه له كملوا و خلطوا كامل هذه المكونات في بعضهم اضفوه في البنان في اسم العطر اضفوه في اللون اللي يطلقوه اصفر والذوق غير ريحه يطلقها السخف الآن سوف نضع الخليط الشوكولة لدينا الوصفة جميلة يوجد الكثير من الشوكولة و نستعملواها بكثير و اي حاجة رهيب بشوكولة لان اليوم استعملت لكم هذه الوصفة سهلة لكم كامل و هناك متناول جميع اي اوخت تستعملها لوليداتها و كذلك مليحة القهوة و مليحة الفطور مليحة وسهلة هكذا اضفوها بانسباتير المهم الشيو هكذا كامل و اضفوها و بعدها اضفوها في الثل اضفوها للمدة 4 ساعة يعني ليس تستغرق ووقت طويل يعني غير تبرد شوكولة اضفوها كما تحبوها بالنسبة للتزيين كما تحبو انا بالنسبة للتزيين ما حبيت كما تحبوها في الثلاجة سوف نعطيها في صحن التقديم هذه هي المسكوتة التعنات عنهر اليوم مسكوتة بزيف بنينة وخفيفة في نفس الوقت راح نعطي لكم كيفية جيتني خفيفة وبزيف بزيف والله بنينة نتمنى انكم كامل تجربوها وتخليوا لي تعليقاتكم اي حاجة يعني اي استفسار خليوا لي في التعليقات وانا راح ارد عليكم ان شاء الله وراح نقدم لكم الافضل الوصفات كي الناس بزيف طلبوا مني وصفات ان شاء الله راح نقدمهم لكم وراح نحطهم لكم في قناتي نتمنى انكم تجربوهم وتردوا علي وراكم نشوفوا فيها كيفية خفيفة يلا البنات ما تنسونيش من لايك والاشتراك وما تنسونيش تبرتجيوا لفيديو هذا نتمنى لكم كل الخير وإلى اللقاء في وصفات جديدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة